في فكرة لايمن بتتقال برضو بالمجلسة عايزة تحرك عنها انه لما الواحد يعي او يصاب بمرض شديد يعني يقولك ده ربنا بيخلص زنوبه في حياته المقولة دي صحيحة انا عايزة اقول لي حياتك برضو احنا انا ليا شغل كده مش عايزة استعرض حاجات لكن عايزة اقولك على حاجة يعني اللي يقول على ربنا وليس معه دليل على ما يقول فهو في جهنم وساءت مصيرا عشان الناس تبطل لان ده اللي احنا بنسميه والي ربنا سماه قبلنا فجعلتم منه حرام او حلال قل اا الله اذن لكم ام على الله تفترون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبة بعادوا عن ربنا ما دمتم لستم اساتي في علوم الادلة واصول الفقه وغير ذلك يعني واحد يجرر له حاجة يقول ده ربنا بيعمل انت اريت يا قوية ام لكم بينقله عن بعض يعني احنا في الاخر بننقل بننقل عن بعض بس انا بقى اسألك علشان نصحح حلو جدا حلو قوي احنا بننقل عن بعض لا انت هتغيرها من فضلك وحتقول لي احنا بنورس عن بعض لان كلمة بننقل عن بعض خاصة بالسادة الرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما احنا نعك عكا يعكو عاكا ربنا دي جبتها منين انه بيخلص اولا لازم تعرف الفكر الفكر في القرآن الكريم او في السنة النبوية ان البني ادم يطلب الصحة لا يطلب المرض وان الصحة مغبون فيها كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذي الاسلام ليس دعوة الى الامراض ولا لحب الامراض لانها تكفر سيئات او لانها تفعل ما تفعله وانما الاسلام دعوة الى الصحة ودعوة الى الشباب حتى وان كان الرجل عتبة بن ربيعة كان عنده 157 سنة في غزب البدر ومسك السيف بلاش ننقش حاجات لا يتسع لها المجال احنا عندنا بيعجز وهو ابن 27 ونص من الهباب اللي بياخده ومن الاهمال اللي بياخده ومن كام سنة ارن بيقلع في الشتاء ويفرد ويقع تجيله زبحة الاسلام منهج حياة منهجه بيقول كما قلنا في آية الشعراء واذا مريدته فهو يشفين ما قالش واذا مريدته فزادني الله مرضا حتى يكفر من سيئاتي والكلام اللي ماشي احنا ممكن نقول للمريد كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور يعني الله يطهرك منه الله يطهرك وترجع تاني فتوة زي ما كنت عشان عشان تخدم بلادك ودينك وترفع رأي الدينك مش عشان تخبط فينا وتقتلنا وتموتنا وتضرب ولادك وتحجنهم